اشتركوا في القناة 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 لا تغادرنا المطبخ الا للصلاة او قضاء الحاجة البيولوجية ثم تعودين الى المطبخ لكمال اعداد الوجبات وللاسف عندما توضع الطاولة لاحضار الفطور تمتلأ بما عدة من الاطباق والشهوات واغلب ويلقى به في القناة للأسف الشديد اذا الوقت كله هباء منطرة تعال اعداد وانجاز وطبخ وطهي هباء منطرة وقت ضائع وقت ضائع واهضار للوقت واهضار للمال واهضار للنعمة نعمة هذه تسألوا على يوم القيامة لأن تلقى بها في القمامة يلقى بها نعمة نعمة الله في حين هناك مساكن ملاقين تبني يكروب سطر في الخالج الخالج اه 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 في القمامة كده تكون عندهم ما شاء الله يديروا كل مطاب ولد مأكلات ويلقى ذلك في القمامة في الأشهر العادية مبالوك في رمضان مبالوك في رمضان مبالوك في رمضان اخوة اخوات لا يجزيكم بخير ما تخليوش المطبخة ياخذ كل وقتكم لان الشهر شهر شهر القرآن شهر القرآن شهر القرآن شهر القرآن اه العادو التاني هو التلفاز التلفاز كالتيب بقى بقى في رمضان يشاهد التلفاز ليلة النهر حتى تسمع الله كبار عطى ينطيقي الكبار الله يقبل ويظن أن الصيام هو الإمساك عن شعوتي البطن والفرج وللأسف هذا هو ما يدرس وهذا هو التعريف الخاطئ أو نقول لنقول النعقص التي يعطيه التعريف عن الصيام للأسف في درس الأبناء ذينا وفينا هو الصيام النظار والصيام اللسان وصيام الأدنين وصيام الجوارح وصيام اليدين وصيام القدمين في نوماتجي في نوماتجي أن تصايم وتنظر إلى النساء في التلفاز والله يقبل لا أو لبحالك أن يأتيه والدن ويقول لك المسلسلات اللي فطار اللي حولها على قوة اللي بلادنين ويطيقوا لي المسلسلات اللي بقام قابله إذا ما قاعد لك كندا تيصل يسمع الله كبار للعشاعة ويقول لك لماذا لماذا كيف ترتيت تسرع المسجد وتزكيته بالله وتبتتقرأ فيه هذا الشهر شهر قرآن ليس شهر تلفازة ومسلسالات الله يجزيكم باخير شهر قرآن هناك من السلفي ما كان يختمه في القرآن في اليوم مرة ومرتين وكاللي التال خمسات المرات ايه ناس كانت يعطي وقتهم كله للقرآن للقرآن فليهذا أيها الأخوة الله يجزيكم بخير خبروا للأهل ديكم ومعارف ديكم يعطيوا ابتسامة الفزا فهذا الشهر المبارك ويهتموا بتلاوة القرآن فعلى الأقل أضعف الإيمان يديروا بعد الإنسان يدير ختم إلى الشهر أضعف الإيمان يديروا ختمة في الشهر وما كما قلت لكم هذه الصلاة الصالح كنت يدير، عين على النهار عين على النهار لمرة تالتان وكاللي خمسات لمرة تقرأ في الصراع بصيرها اللي يختموا خمسة مرات في اليوم وكما قال الله في كتابي في سورة البقرة كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة أياما إذن تفرض الصيام هي راجع الله ترجو منا تقوى أيام معدودة وإحنا تغير رمضان تغيره في تلفازات ونزلوا في الأفلام ونزلوا في الغيبة والنميمة النساء تغيره الله يخبرنا ولكم أكثر الأجموع دي لكم في الغيبة والنميمة لا أيها الأخت اجتاني بالغيبة والنميمة هذا كانت تحيد قاملنا هذا ما تخلق ما خصوص تكون قامل خصوص المؤمن قامل خصوص تكون قامل في اتباعي قامل هذا يحرمها محرمة قامل شوفوا شي أخت ما تجيب دقول الله يزيك بي خير ما تجيب دي لي أحد يجيب دي لي أحد خليني نمشي في حالتي بتضري على حالك وأحوالك مغخا بتضري لي تنصحيني في شيء في الدين مغخا مرحبا بك نسمعليك سمعتني شيء حديد بتوصلي لي مرحبا كل آدان صغير سمعيني الله يزيك بي خير في ديني نجمع ونقرأنا وليك القرآن زيدي مرحبا الغيبة والناميمة لا لأختي أنا متعة نميمة وغيبة محرمة على المسلم صافي وبنادمي يهتم كما قلت ولاش الله قاعي بدي حفظ بندم زيان هل أقل دي كسورة البقارة وألي عمران فيها فيها حديث أنها تحاج تحاجاني صاحبي صاحبي ما يوم القيامة وتأتياني يوم القيامة بحاشي غمامتان تضلو اللي حافظ هذه الصور البقارة وألي عمران يضللان لحافظ هذه الصورة الأقبعد هذه الصورة بلن يكون حافظهم إلى متى يستغيش حفظ هذاك شعام الشيطان ومن نفس الأمر بسؤال أن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر يسرنا ذوق حفظ القرآن مو يسر خاصة للإرادة والعزيمة مو يسر خاصة للإرادة والعزيمة صافي مره مو يسر ورا كاللي حفظوا على سن تمانين سنة هناك أخت حفظته على سن تمانين سنة وكاللي على ستين وسبعين الرجال ونساء إذن ماشي مسألت مسألت عمر الله رفاتني اركبه لا 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 العزيمة العزيمة وبنا دماء في الترطي الحمد لله وطلب منه القابول وهذا يكملتي وهذا ما توقع تغلق وذلك شي باش ما تقلل وكاله العام الحمد لله غادي يكونوا التراويح الله والحمد والشكر توحشناهم عامين هدي ما بقي يصليناهم في المسجيد ويكونوا وبنادي يبكر المسجيد هذك تاني كتاب الله يصلي كجرك التحية المسجيد ويقرأ قرآن ما تيسر وبدو تعلموا باش على الأقل ديروا ختمه ولا يشف في الشهر مزيان يصل تاني التراويح دير الإنسان ويجي استارح تاني سارح شوية تاني وعز كتاب الله بدأت تقرأ تاني تاني التعش ونعس تاني واشتفق الصحور تاني داك الصهار وداك شراء ما أخذ تمشي الصهار في رمضان ما أخذ تمشي أيها الإخو قلت يصحر لي الكامل يصحر وينعس صافي تم اكتل ججج النهار لا يجوز أيها الإخو النوم بالنهار لا يجوز جزاكم الله خير ونتمنى الفيديو رحكم وهذا ما قلت لكم تعملوا به جزاكم الله خير ونطلب من الله القبول هذا دائما يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العالم يا ربي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على صيام وقيام على الوجه الذي يرضي عنه وأن يبلغنا ليلات القدر ويرزقنا ويعينا على قيام وصيام على الوجه الذي يرضي عنه ويجن كل عيد من الفائزين برضا عنه ويسر لنا اللهم يسر لنا في عبرة في رمضان في رمضان تجري الله ما استجيب يا ربي يا ربي ما استجيب يا ربي سبحانك الله ومو بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.